البداية من ملف مفاوضات مسقط حيث تتواصل لليوم الثاني على التوالي في العاصمة العمانية جولة المفاوضات بين الحكومة والحثيين بشأن المحتجزين والأسرى والمختطفين تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر ويترقب اليمنيون نتائج المفاوضات بين الطرفين على أمل أن تسفر هذه المجولة عن صفقة تبادل تنهي معاناة آلاف الأسرى في السجون وتجمع مئات الأسر بأبنائها كما تكون بداية لإحراز تقدما في خارطة السلام لإنهاء الحرب المستعرة منذ تسع سنوات